أقول لك تعال نسمع مقتطف صوتي من كلمة فخامة الرئيس السيسي ونرجع لكمل الكلام واسمحوا لي في هذا الإطار أن أستعرض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة الليباد على مدار العامين المقبلين أولاً سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034 بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التي واجهناها وعلى أن يتم سياغتها بالتنصيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034 ثانياً استمرار جهود حجر البوارد المالية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تطوير البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيبتاون بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الخاص في دولنا الإفريقية وانخراطنا في سلاسل القيمة المضافة عالمياً عبر تحفيز تنوع للصناعات الإفريقية وأدعوا هنا في هذا الإطار إلى تبني مقترح سكرتارية النباد لإطلاق مبادرة فريق إفريقيا لحجر الموارد وذلك لتحديد الاحتياجات التموالية للقارة الإفريقية ثالثاً تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التموالية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة نظام المال العالمي بشكل يراعي احتياجات الدول النامية بدرجة أكبر رابعاً الإسراء نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القرية وأثمن في هذا الإطار الجهد الذي قامت به الوكالة في إطلاق مبادرة 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لدعم قدرة هذه الشركات على الاندماج في التجارة العابرة للحدود وجهز الجهد الذي قامت به الوكالة في إطلاق مبادرة تنشيط إفريقيا لبناء قدرات الشباب الإفريقي في مجالات إنشاء وإدارة الشركات وريادة الأعمال خامساً المضي قدماً في حجر الموارد اللازمة لبرنامج الرابطة السلسية بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات لذي أشرب برياداته على مستوى القارة الإفريقية حيث أدعو سكرتارية النباد للتنصيق في هذا الإطار مع مفاوضية السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي طيب زيكم عاملين إيه مرة كمان؟ تعالى كده ناخد نقط سريعة في الكلام اللي قاله في خامة الرئيس لما كنا بنتكلم على دي أولويات النباد في الفترة بتاعت الرئاسة المصرية خلال العامين القادمين تحت مظلة جامعة اسمها رؤية إفريقيا عشرين تلاتة وستين طبعا لازم يجي حد يقولي تلاتة وستين يقوله طب بس واحدة واحدة انت عارف ترتيب مصر تحديدا النهاردة في اقتصادات الدنيا رقم كام مصر من دمنا أقوى وأكبر 35 اقتصاد على مستوى العالم دا مش كلامنا دا كلام كل العالم كل العالم دون أي مبالغة أدي واحدة طب انت كنت فين قبل 2014 بلاش أقولك عشان ما نكدش عليك ونعد نزعل وكلام منه طب انت متصور ان في خلال 8 سنين ونص قدر تتحقق هذه القفزة وتصل إلى انك من ضمن أكبر وأقوى 35 اقتصاد على مستوى العالم انت متصور ممكن تبقى فين خلال سنين قليلة قادمة أنا أظن خلال سنين قليلة قادمة هتبقى من ضمن العشرين الكبر الجي تونتي ظهر يا رب خير وبرك ويمكن تبقى من ضمن بقى عشرة العشرة الأوائل زي ما بيتقال لازم تبقى فاهم انه حجم اقتصادك ده وقوته ومتنته ورسوخه هيؤدي إلى كل شيء لانه مصر كانت زمان بتشتغل بطريقة اللي هو يلا بدينا نعمل نموه اقتصادي فنعمل مثلا 7% لكن انعكاسه التنموي تقريبا غير موجود بدليل بقى عشرات من العشوائيات إهمال إلخ 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 بلد كانت في حالة التكيين يعني وأنا يعني بيقولك بقى ده منتهى الضق كانت في حالة التكيين كهن مهم تغيرت كل ده رأسا على عقد لأنه اشتغلت بطريقة تانية ألا وهي نمو في الاقتصاد لازم ينعكس على تنمية البلاد إذن هذه التنمية هي عبارة عن إيه هي تنمية في العمران أي السكن تنمية في الصناعة تنمية في الزراعة تنمية في التعليم تنمية في التعليم العالي والبحث العلمي تنمية في الصحة انعكسات شوف حجم المبادرات الصحية اللي تتعملوا من ضمنها مثلا ميت يوم صحة اللي احنا فيها هادي الوقت دي مش ما اكلمك بقى على المبادرات كمان اللي قبلها والتي لازلت مستمرة شوف حجم التعمير السكني اللي حاصل امتداد العمران والمدن اللي تبانت شوف حجم المجمعات الصناعية شوف مصر عملت كام مجمع صناعي في تمن سنين ونص شوف مصر بنت كام مدرسة في تمن سنين ونص شوف مصر بنت كام جامعة في 8 سنين ونص شوف مصر وصلت إلى أنه تبقى فيه كام جامعة مصنفة عندها في 8 سنين ونص بعد ما كان فيه جامعة واحدة بس اللي متصنفة وهكذا ده اللي بيتكلم فيه الرئيس مش بس المصر لإفريقيا ربط السلم بالأمن بالتنمية ربط التنمية بالاستقرار دي رؤية مصر ودي بإذن الله رؤية لكل الأفارقة